هذا حسب المسار الذهني للشخص هذا تلاقي اليوم رجل أعمال ومن يحس أنه يبي يلعب سياسة يبي يصير ذاك الشخص اللي تتحدث عنه الصحوف تتحدث عنه كذا أذكر يعني الشيخ الله على قولتك فيه رجل أعمال كبير بالسعودية رجل كبير رجل يعني مليارات شغال فجأة يوم الأيام ولا تكتب الصحف أنه اشترى ثلاثة أربعة بعيران يعني أربعة بعيران نعم وكل واحد ثلاثين مليون ريال أو أربعين مليون ريال بيني وينك استفسرت شخصت هذا عند أنت تاجر ومحروق ومعروق وبعيد عن هل شبتك بالبعر تعرف تعرفش كانت تفكيرها قال أنا لي ثلاثين سنة تاجر وكبير واموال ما حد يتكلم عني ما حد داري فيني يقول لما شرأت هالبعرين صار كل الناس يتكلمون ويجون يقابلوني يحطون صوري وكذا وكذا فهذه يعني يعني رغبة في مسار جديد ولا رغبة في أن يكون شخص آخر فيه أو يمتهن مهنة أخرى أو يكون فيه مهنة أخرى غير المهنة اللي هو اعتاد عليها وبعدين تكون الناس يصيب الملل يصيب الملل ومن يقول لك أنا والله ودي أجرب حظي فيه وبعدين فيه ناس طول عمره تاجر ومن فجأة اقترحوه صار وزير ها وجد نفسه بالإعلام أو صار سفير أو صار كذا كذا أو أعلن تقاعدة واتجاه لاتجاهات أخرى فهذه يعني اللي بتحصل هذا بشر